تذكروا شركة لينوفو عملت تسريبات وعملت تقريبا اعلانات عن جهاز حيكون اشي خرافي جدا لما اعلنوا هذا الجهاز طلعوا كذبين تخوتوا على عالم فاللي بيكذب في هيك عالم يعني الجزاء بدي يكون تطنيش ففعليا تم تطنيش اجهزتها كثير طلعت اجهزة وزبطت وعملت بس الميديا او الاعلام كان كثير مطنش الاجهزة ولكن في جهاز انا شد انتباهي في جهازين شدوا انتباهي انا اليوم بدي احكي عن اول جهاز الجهاز الثاني منستنى بس يطلع فعليا لانه هذا الجهاز اللي بدي احكي عنه طلع في الصين اما الجهاز الثاني لسه ما طلع فهذا الجهاز اللي شد انتباهي حاطين سعر غريب يعني بيبلش سعره 200 دولار عشان هيك بدي احكي عن هذا الجهاز وهذا الجهاز تم الاعلان عنه يباع في الصين انت وشطرتك كيف تحصله بس يعني فعليا ممكن يوصل لبلادنا هون بسعر ممتاز الجهاز عن جد مواصفاته غير شكل وحبيت احكي عنه اعطي لينوفو فرصة اخرى لانه الجهاز يعني بيخليك تتحمس وتذكروا السعر بيبلش 200 دولار سلام عليكم اصدقائي انا سيزار برحب فيكم في قناة سيزار ريفيوز بدي ابدأ بالتصميم التصميم بيشبه كثير اجهزة شاومي او حتى تقدر تحكي بيشبه الايفون عشرة بس هذا من الفئة الرخيصة جدا عنده كاملتين في الخلف عموديتين ومن الامام حكوا شاشة معبية جسم الجهاز مع نطش فيه حواف لكن الحواف الصغيرة بشكل عام وبتحس انه شاشة معبية هذا الجسم فبالنسبة للتصميم ولهيك سعر تبلش فيه انا بعتقد انه رح يعجبكم التصميم بس مش هو المهم مش التصميم اللي انا جاي احكي عنه اليوم بدي احكي عن المواصفات فخليك معي الشاشة 6.2 انش اي باس ال سي دي فول اتش دي بلس 402 بيكسل لكل انش لما منحكي جهاز 200 دولار سعره ممكن نتوقع ان المعالج يكون سيء المعالج مش سيء المعالج من سناب دراجون 636 وهذا معالج ابدا مش سيء يعتبر معالج متوسط ثماني النواب فالاداء رح تاخده جيد بهاي الفئة واللي رح يعجبك انه ساعات التخزنية اما 64 واما 828 مع 6 جيجا بايت رام فهيك انا بأكد لك انه الاداء حيكون مرضي تماما بهيك فئة سعرية او بهيك حتى فئة بشكل عام متوسطة وفي اس دي كارد اذا بتحب تجيب اس دي كارد وتحط جهازك تعطيه 250 جيجا بايت اضافية الكاميرات صحيح لسه محدش جرب الكاميرات ولكن المواصفات اللي على الورق لجهاز يبلش سعره من 200 دولار اكيد رح تجذب انتباهك الكاميرا الاولى 12 ميجا بيكسل الفتحة 1.80 فتحة كبيرة اما الكاميرا الثاني فهي 20 ميجا بيكسل بفتحة F2.6 تعطيك 2 اكس زوم والكاميرا قادرة تصور 4K او تصور فيديو فول اتش دي الكاميرا الامامية حتكون 20 ميجا بيكسل بفتحة F2.2 معاها كاميرا ثاني 8 ميجا بيكسل بتساعدها لموضوع العزل ففعليا عنا موضوع المواصفات الكاميرا انا بعتقد انه جيد واتمنى يكون ادائها على ارض الواقع جيد المدخل حيكون USB Type-C السماعات حيكونوا Stereo Speakers وراح يكون عندك مدخل 3.5 اذا عندك سماعات بتحب تشبكها وحيكون عندنا بالنوتش الامامية Infra Red كاميرا باشعة تحت الحمراء لحتى يعمل مسح لوجهك ويفتح القفل باستخدام الوجه وهذا جهاز 200 دولار وكمان رح يعطيك بطارية 3500 ميلي امبير مع شحن سريع 18 وات بيبلش 200 دولار بصراحة المواصفات ممكن تعجب البعض ممكن ما تعجب البعض بس انا بحكي انه اي جهاز بيبلش 200 دولار بيعطيك مواصفات زي هيك بالانجليز بيحكوها It's a no brainer يعني تاخدها وانت مغمض عنك لانه فعليا المواصفات عن جد مقنعة اتمنى يكون اداء مقنع والكاميرات مقنعات عشان الناس يتشجع تشتري من لينوغو في عندهم جهاز جديد قادم رح يعلم عنه قريبا هاد رح احكي عنه ممكن فعليا يعجبك وانشاء الله يكون السعر هو اللي منافس يعطيكم الف عافية باتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو لا تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتعملوا لي لايك او بلاش لايك وتتابعوني على انستغرام عشان تتابعوا كل اخباري ان شاء الله يعطيكم الف عافية بشيركم في الفيديو القادم الى اللقاء